نشغل المؤقت والايباد شغال نخرع الفيديو ونكمل مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مثل ما شفنا الايباد عندي ايباد اير فور طبعا في البداية كان الايباد يسحب اعفوا الايباد ياخد مثلا دقيقتين ثلاث أربعة خمس دقاق والجهاز يعمل على برنامج اللوجيك 16 وعلى وعلى اي برنامج ثاني اعطاني انه في عندي مشكلة في مصال طبعا الايباد كان يشتغل يفتح بعدين يعمل بعدين يعمل عطاني انه في مشكلة في بعد ما حطينا الايباد على السخانع عشان نفك الشاشة اه الايباد فصل صار يعطي ابل لوجو بس واقف على شعار الابل لوجو بعدين يفصل يرجع يشتغل على الابل لوجو بعدين يفصل يرجع يشتغل فطبعا هنا ما في لا مخطط ولا في اي برنامج داعم لالآن الجهاز مثل ما احنا شايفين مارست رح اصغر انا الكاميرا وابكمل الشرح طبعا في برنامج الزن اكس دابليو في كونكتر طبعا بالبحث في النظر في البحث في النظر هنشوف في البحث في النظر هذا المكان شايفين هذا المكان متأثر في الماء جاي عليه مي كثير وهذا المكان اكثر مكان كان تالف في البود طبعا مثل ما احنا شايفين فيه مكون راكب هنا فيه مكون راكب هنا فيه مكونات كلها راكبة كله سليم كله شغال لكن بعد الحرارة والعلم عند الله انها تحركت او تلفت اكثر او صار في عليها شي الان هذا هو مثل ما احنا شايفين المكان كله متدمر طبعا انا انسيت اصور يعني ضغطت التسجيل لكن يبدو انه ما انضغط معي لكن ما سجل معي لكن انا حشرحه بشكل كامل بحيث انه يكون مرجع للي ومرجع للك طبعا في الزد اكس ديبليو ما هو مكتوب اسماء مسارات ما هو مكتوب اسماء مكونات ما في اسكماتيك عشان اعرف الدنيا اللي فيها هنا ايش شي من المسارات تروحت على البرنامج الثاني اللي هو الاكس زياو ما ادري ايش اسمه المهم هذا البرنامج داعم في اسماء مقاومات واسماء مسارات وارقام وكل هالامور هاي طبعا الفلتر هذا بعد التنظيف في الفرشة والتسخين على الشاشة عشان نفكها هذا الفلتر طاير وهذا طاير تمام وهذا طاير يعني عندي انا ثلاث مكونات طاير طبعا انا كيف عرفت انها مكونات لازم تكون موجودة عندي انا هذا المسار رجل رقم ثلاثة والرجل رقم اربعة كانت ممانعتها او ال هذا المسار واحد اثنين ثلاث اربعة هذا المسار الثلاثة فولت الثلاثة فولت متصل على مكثف مكثف وفلتر الطرف الثاني من الفلتر هشوف متصل معي انا على ثلاثة فولت كمان ورايح فين رايح على فلتر والجهة الثانية من الفلتر هشوفه رايح عندي انا على اي سي تمام هذا الفلتر اهه متصل على اي سي الباور يعني انا مجرد ما انا افحص في الفلتر هذا يعني مجرد ما انا افحص هنا حصلت اوئل اتبع المسار المسار مبدئيا اذا هو اوئل اشوف هل هو في مكون اا اي سي متصل في المسار ما في اي سي الطرف الثاني من الفلتر هشوف متصل معي على اي سي الباور فطبيعي لازم يكون انا عندي هنا في ممانعة لازم يكون الرجل هاي عليها ممانعة هاي الرجل رقم اربعة رجل رقم ثلاثة هشوفها متصلة على فلتر اوكي غير الفلتر في شي متصل ما فيه ولا اي شي متصل طيب غير الفلتر الجهة الثانية من الفلتر هشوفه متصل على مقاومة على التوالي ومتصل على المعالج تمام ومتصل على الجهة الثانية الواحد فاصل ثمانية والجهة الثانية متصل عندي على الـ I2C3 فإذا نرجعنا للمسار الرئيسي اللي هو الـ I2C3 اللي كان من الأساس الجهاز كان يرسط على هالأساس هال يعني كان من بداية الجهاز يرسط على مسار الـ I2C3 فإذا المعمع عندي أو الشغل عندي أنه سيكون في هالمنطقة طبعا أنا المكون عندي هذا طاير وعندي هذا المكون طاير وعندي الفلتر أنا طاير طيب الحل يعني أنا ما عندي بورد ثاني عشان أعرف قيم المقاومات الحل مبدئيا أني أنا طبعا هذا هو لسه شغال 11.54 هذا هذا الـ Ipad شغال هذا هم 12.54 الحل أني أنا أول الشي أعوض الفلتر بسيلك عوضت الفلتر بسيلك ورجعت الممانعة على الكنكتر بشكل سليم طيب أنا عندي فلتر وعندي مقاومة وعندي مقاومة طيب أنا لقيمة المقاومة هايكم ما أعرف ما في اسكمتك لا في هذا البرنامج ولا في أي برنامج ثاني يعطيني أنا قيمة قيمة المقاومة فجيت الفلتر هذا الطرف مع هذا الطرف وهذا الطرف مع هذا الطرف وهذا الطرف مع هذا الطرف فأنا جيت سحبت جنبر سحبت سلك من المقاومة من هذا الطرف لغاية هذا الطرف تجاوزا من المقاومة يعني سحبت سلك من طرف هالمقاومة هاي لغاية الطرف المقاومة هاي ورجعت الممانعة سليمة على الكنكتر طبعا هذا حل ما هو حل أكيد صحيح وممكن الآيباد يرجع يفصل ممكن السلك يرجع يخرب ممكن يصير شيء على الجهاز لكن مبدئياً أنا أخدت هالخطوة هاي مشيت الجمبر اللي أنا عملته عشان أشغل الايباد لغاية ما نحص البوردة ايباد اير فور أو ايباد اير فايف لحتى نحل هالمشكلة هاي عوضت أنا الجمبر الفلتر عوضت أنا جمبر المقاومة والفلتر هاي ورجع الايباد يشتغل سليم بدون أي مشاكل والفكرة كمان يعني أني أنا صورت البورد لربما في الأيام يصادفني نفس العطل يكون مرجع لإلي ومرجع لإلك هذا هو الايباد للآن شغال والدقيقة الآن صارت 13 و24 والايباد ما رست معي ويشحن بشكل كامل نظامي بدون أي مشاكل فما صورت أنا فيديو كامل على هذا الموضوع المعذرة لكن حبيت أني أنا أشرحه بعد الإصلاح تحياتي للجميع أخوكم السيء السلام عليكم الله تعالى وبركاته